واضعه اللي هو الله نعم والمتضلعون في العنفنا هما المتضلعون في العنفنا هما المتضلعون في العنفنا هما مؤخرا كان شوفه واحد العالم مغربي اللي هو أستاذ واللي هو واحد للفترة كان متشدد تنسمعوك يقول أهل السنة والجماعة راه درنا قانو الأسرة في 2004 بالفعل جابتا قدوم والأسرة تحت الرعاية دي الرجل والمرأة وكان اعتبره الولد والبنت أطفالا حتى الثلاثة عام باش يقرأوا يتكونوا عادة بغوا يكونوا أسرة من بعد ما بقدش الولاية يعني إجبالية بالنسبة لمرأة الراشيدة راشحال هدية أنا صديقتي دكتوراد الدولة وكانت جيب 12 شهد من الزنقة باش تزوج يعني كان هاد شي لابا اليوم ما بقاش ولكن بقى تعدد بقى بحد الأمور سلام عليكم ولا زال سوف تسمعوا العجب من هذه الناشطة التي تدافع عن حقوق المغاربة عادا الله وإياكم من هذه الحقوق التي تنصب في تغيير شرع الله نحن نعرف شهيدين لإجبال الزوج لكن في الأخير قالت لازال التعدد وبعض الأمور يجب تغيرها وطبعا منها هاد الشهيدين لأنها قالت صديقتها راشيدات وبما أنهم راشيدات ليحتجون وصايا ولا شهود وأنتم تعلمون أن اليسار الديمقراطي التي تنتمي إليها نبيلا مونيب هم من سموا الزنة بالعلاقات الرضائية وتغيير الإرج إلى غير ذلك كتعلم الأميات فيها الشق التمكيني من ناحية الاقتصادية فيها واحد العداد دي الأمور باش تقدمها للمرأة المغربية باش تقدمها للمرأة المغربية وتكون مساهمة دي لها مساهمة كاملة فهذا كنفس الجديد ديال التنمية وفيها الشق كذلك القانوني كل الأمور الأولى ما طرحتش مشكلة لكن جينا للشق القانوني دائما عندما يتعلق الأمر بالمرأة يجيوك يقول لك إحنا عندنا المرجعية الدولية أو لك المرجعية الدينية المرجعية الدينية مرحبا المرجعية الدولية مرحبا ولكن أش من تأويل درته لهادك المرجعية لكتسمي وانتوما مرجعية دينية لهادك المرجعية لكتسمي وانتوما مرجعية دينية الأمر واضح إخوة قالت ما هي هذه المرجعية التي تسمونها بالمرجعية الدينية التي فيها شرع الله مرجعية الدينية وأنت لست مسلمة أي مرجعية تنتمين إليها لأن هذه النساء التي عارضوا بجد العلاقة الرئيسية والإرج وقالوا نحن لدينا المرجعية الدينية التي تعارض المرجعية الدولية التي تريد الفاحشة وتغيير شرع الله هي ردت عليهم وقالت ما هي هذه المرجعية الدينية التي تسمونها بالمرجعية الديمية وبما أنها يسارية هذه المرأة التي تنتمي إلى اليسار الديمقراطي نشوف ما هو الشخص اليساري اليسارية أو الجناح اليساري مصطلح يمثل تيارا فكريا وسياسيا يسعى لتغيير المجتمع إلى حال أكثر مساوى بين أفراده الإرشاء إخوة يرجع أصل مصطلح اليسارية إلى التورة الفرنسية عندما أيد عموم من كان يجلس على اليسار من النواب التغيير الذي يتحقق عن طريق الثورة الفرنسية ذلك التغيير المتمثل بالتحول إلى النظام الجمهوري والعلمانية إذن الشخص اليساري علماني محد لا يؤمن بالنظام الديني الذي هو الإسلام أو المسيحية أو أي دين ولكن أش من تأويل درته لهذه المرجعية التي تسمون أنها مرجعية دينية واش أي واحد يقدر يجي ويفهمنا المقاصد ديال هاد الكتاب اللي ما يمكن يقوله إلا واضعه اللي هو الله نعم والمتضلعون في العلم فينا هما والمتضلعون في العلم فينا هما لا يوجد أهل العلم عبر التاريخ الإسلامي حتى جاء محمد الفايد استمعوا المتضلعون في العلم أنا مؤخرا كنشوف واحد عالم مغربي اللي هو أستاذ واللي هو واحد للفترة كان متشدد واحد للفترة كان متشدد نعم كان متشدد لماذا؟ لأنه كان كي آمن بالسنة الآن أنكر السنة وأصبح عالم عند هذا اليسارية تنسمعوك يقول بأنه القرآن اللي هو الكتاب المسطور رأي ما يمكن لشي واحد يفهمه إلا لا كان كيف يفهم في الكتاب المنظور يعني في جميع العلوم علوم الفلاق الفيزياء الرياضيات الكيميا البيولوجيا كيف يفهم؟ سبحان الله لما شخص ينكر السنة عاد يعجبهم سماعة هذه الفئة تعتقد أن علماء الأمة أنكروا علوم الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية وهذا كله كذب والطامة الكبرى أنها قالت لي يمكن فهم القرآن هذه المرجعية التي تسمعو أنتمها مرجعية دينية واش أي واحد يقدر يجي ويفهمنا المقاصد ديال هذلك الكتاب اللي ما يمكن يقوله إلا واضعه اللي هو الله نعم والمتضلعون في العنفنا هما لماذا قالت هذا؟ لكي لا تقول لهم أن الله حذرنا أن نغير شرع الله مثل الإرش أو معاقبة الزاني والزانية فهي تشير أن هذه الأمور قابلة للتغيير لأننا أصلا لا أحد فينا يفهم مقاصد كتاب الله إلا الله سبحانه لذا علينا أن نلتزم بالقوانين الدولية فحذاري أخوتي في الله من هذه الطائفة بحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته